نهاردة برضو الرئيس عبدالفتاح سيسي التقى مع المشير خليفة حفتر المشير خليفة حفتر قائد الجيش الليبي الوطني قائد الجيش الليبي الوطني اللي بيحاول وهينجح وبينجح انه يلم البلد خليفة حفتر بيلم البلد البلد اللي كانت متقطعة البلد كانت مقسمة البلد كانت متشرزمة البلد كانت خلاص قبق وسيناء وأدنى هي تضيع وتروح مع الدول اللي راحت الدول الفاشلة لكن المشير خليفة حفطر والجيش الليبي المحترم اللي بدأ ينطلق سواء الغرب محررا كل هذه البلدان داخلا العاصمة الليبية ترابلس الغرب ومسيطرا على المطار وتقدم وإنجاز وسيطرة على الأرض ووحدة ليبية في الأفق والشعب الليبي بينحاز وداعم لمعركة جيشه الدولة المصرية كانت واضحة منذ البداية جيش وطني ليبي موحد اتنين أراضي ليبية موحدة لا مكان للميليشيات لا تعامل مع الميليشيات لا للإرهاب النهاردة الرئيس أكد مع خليفة حفطر قائد العام لقوات المسلحة الليبية ده أتكلم مع طورات الحديثة في ليبيا والحصيلة في ليبيا والعضاء الليبية وأكد الرئيس على حرص مصر على وحدة الأراضي الليبية ووحدة الجيش الليبي الرئيس أكد أن مصر بتدعم مكافحة الإرهاب مصر بتدعم مكافحة الإرهاب قولا واحدا مصر داعمة لكل محاولة وكل جهود ضد الإرهاب هذا الكلام قيل في أوروبا هذا الكلام قيل في الولايات المتحدة الأمريكية هذا الكلام بيقال في القاهرة هذا الكلام هو رسالة مصر العالم سنحارب الإرهاب في كل مكان في العالم سنقف كدولة مصرية داعمة لأي جهود حقيقية مخلصة لمكافحة ومجابهة ومواجهة الإرهاب مصر سوف تحال الأفكار المتشددة والمتطرفة والإرهابية في أي مكان في العالم دا كان محور الرئيس مع خليفة حفتر ندعو للجيش الليبي بالنصر ندعو للجيش الليبي بالانتصار على الميليشيات الإرهابية وأنا تاني بقول الميليشيات الموجودة في ليبيا المدعومة من قطر ومن تركيا ميليشيات قاعدة وإخوان وإرهاب لا يعرفون حق الوطن ولا يعرفون حق الشعب لذلك قتالهم واجب قتالهم واجب وطني وديني أيضا